موسيقى حلقة جديدة من نسوا دوت كوم حلقة اتهمكم فيها الموضوع اليوم علي التعليم التعليم مهم عندنا جدا في ليبيا لأنه هو الأهم في بناء الأطفال وشباب المستقبل شنية الصعوبات اللي واجهوها في التعليم داخل وخارج ليبيا حنشوفوا كيف يتخطوها في الحلقة هذه بس قبل خلينا نسترجعوا ذكرياتنا مع التعليم وشن هو اللي قبل اللي نقولوا التعليم يا حصرة والتعليم اللي توه مش كويس واللي مش عجبنا فنبقوا نعرفوا شن هو اللي يخلي تعليم قبل خير من تعليم اليوم مرحبا أهلا بي لميس وأهلا بي سومية أهلا بيكم أهلا بيكم شن ذكرياتكم على التعليم منتع قبل وعلش تقولوا يا حصرة عليه مش عارف لو نقول حنقولوا حصرة على التعليم في التدريس في الإدارة في الحزم يعني كلنا لأغلب زمان في جينا قرينا في مدارس عامة ما كانش فيه التعليم الخاص كان فيه حزم كان فيه ضبط وربط كيف ما يقولوا كان فيه هيبة لمدير المدرسات ما فيش كثرة مدارس كان معروفة كل حي تلاقي فيه مدرستين عامة أو مدرسة كبيرة كانت تأخذ مش عارف اللي ميس لو تتوقفين تأخذ اللي هما الطلاب بتعين الحي أو اللي اللي أنا مشكرون بجودة يعني التعليم اللي فيها فكانت يجوها لكن توا من كترة الأسامي والمدارس ومنشوفه بالدارسين اللي ما عندهم مش كفاءة يعني مش عارفين كيف كانت تأسيسها يعني حتى المناهج تحسي فها تغيرت عليه قبل والمناهج اللي كل سنة قاد يتغير المنهج والكتب يزيدن وينقصن وهذا لو توفرا بالأساس حتى من الظواهر الجديدة اللي هي المدرسات من دون التخصص يعني مش صاحبات تخصص لهم خريجات تربية كلية تربية ولا ليهم يعني حتى يعني شن هي الحاجات اللي تعلمتوها قبل تتمنوا يعني الحصص أو المناهج اللي كانت موجودة قبل تكنتوا تتمنوها توا تكون موجودة وبصراحة لو جينا توا لأنه توا الوقت تغير كنا نقوله يا ريتنا درسنا حاجات واجدنا اللي قريناهن ممكن ما استفدناش منهن يعني أكتر هي التربية والتعليم بس كان في قبل موجود يعني تربية قبل التعليم كان في حزم وكان في إخاذينا الهيبة المدرس والإحترام حتى لو كان عندنا ذكريات موضحكة أو أشياء هيكي بس كان عندنا هيبة المدير مخافوا منها المدرس كان عندها قيمة نسرين كان عندها وزنة حني زمان ونقدرش مثلاً الأبلة نعرفها تروح من شارع مجلش نروح من شارع تروح من أبلة مستحيلة نخاف منها الأبلة فهذه من حاجات اللي غلابت بالضبط ونخاف منها ونبي نقرأ ونبي نحفظ بشأننا نبدأ شاطر عرفتي وتهتم بيها حتى لم يكنش مستوام الدراسي ممتاز أو جيد جدا ولكن الاحترام موجود لازم يكون موجود فيه عقاب فيه ولي أمر عندها هيبة نحنا تووا نقوله على التعليم حنرجع للحاجات اللي هنه ممكن خلى التعليم يتدنى من الأولياء الأمور حتى أنا مهمنيش مثلاً ابني وين نحط في مسا خاصة ندفع فلوس نحط فلوس خاصة قبل كان في المناهج اللي قبل يقولوا فيها أمهاتنا متاع يعلموا فيهم حصص الطريزة والطبخ كان دي ما يتحصروا عليها الحاجات طبعاً هي في وقت ما عامل يفعلوا عندنا عندنا الطريزة التدبير كيف يقولوا الحاجتة كان منزلي كانت فيه موجودة هو اختفت موسيقى ما فيش إذاعة مدرسية ما فيش معاش فيها رياضة رياضة دي ما ياخدوا فيها الحصة دي ما دي مشكلة مرنش رياضة دي ما ياخدوا فيها لابلات التاني قبلت الاحتيات ولا قبلت رياضيات تزيدها حصة رياضة والرسم وموسيقى الحاجات التلاتة موسيقى الترفيهية العرفة اللي يلازمة للطالب دي ما يتم استطوء على يوم نقولك بحاجة الرياضة زمان جتها حقبة معينة بس اهتموا بها كانوا عندنا الطلاب يشرون مدارس تانين يلعبوا في سلة ويلعبوا في جنباز وكانت فيه كرة قدم للشباب وهكي ولكن بعدين اختفت اختفت تماما بي مدارس توا مالهنش اي نقولك حاجة مقاييس هي تنفع بالمدرسة تلقيه هو بيت بيت عادي وفتحيننا مدرسة بيت بجردنا ديار وغرف وهكي وكل واحد جاهز ما فيش ملاعب كورة ياريت اول مكان بس المشكلة حق المعليمين ما فيش ملاعب كورة صبايا ما فيش معمل ما فيش اي مساحات طيب نسرين انتي شين كانت تجربتك انا كانت تجربتي ممتازة جدا عارفتي قريتي تعليم خاص ولا تعليم عام تعليم العام كنت تعرفتي يعني انا حاجة يعني نفتخر بها ان انا نحكي انجليزي من وراء المنهج التعليمية انتعنا القديمة عارفتي لا خشيات كورسات لا شي قصدي معنى ما كانش تعليم ما كانش مدرج لا عنا كان موجود ايه من العدادي يعني من العدادي ايه مش من الابتدائي عرفتي بس العدادي حتى انا نفس الشي بداية راحلتي مع لغة انجليزية كانت بلا عدادي وكان المعلمات جدا مهتمات بالتفاصيل متع الـ اللي كتوى شين تحسي اه طوى ما معتقدش انه هو يعني بنفس ما نقدرش نعمه مفيدة دارس مستمى بمنهجة وطرق تعليمها حتى هو المنهج هي نفسها الاكثرية هي غير مهتمة ممكن نقوله وحدا المدرس الخاصة من تدخلت في التعليم اصبح تسيب موجود انه مدرسيني هما اللي اترو فيه يعني انه مدرستي كانت فعلا على مراحل العدادي والتنوي هي اللي حبتني في المادة وهي اللي بس تطالي مو هذي حنفكو عليه نقوله مدرس عليه معول كبير عليه كل شيء المدرس اللي ما يكون يعطي بيحب عطاءه ملاش حدود يحب الطالب مش يرحبه منه ويخوفه ويهدده المرات نسأله نهنيسه وما يقوله علاش بيه علاش تغير الوضع علاش تغير لانه نحن سأله فقط هو تغير لانه المجالات تغيران مثلا واحد تلقيه عدم الاعتماع موه بالمناهج التدريس بالذات التدريس مثلا نحن لو نقوله تو في مهنتنا هذه انه ممكن يعني انتي تخصصك هندسة معمارية ممكن تدخلتي لمجال اعلام من اي ناحية ممكن نميتي قريتي لك التعليم بالذات صحب لانه مقنن مفروض ومعش فيه تجديد للمدرس معش فيه ابدات وتدريب خلونا نتكلموا اكتر على التعليم بعد الفاصل حنتكلموا اكتر على العودة للدراسة شنو هو اللي بن يواجهنا من خلال العودة للدراسة الصعوبات اللي موجودة خلونا نرجعوا بعدين بعد الفاصل ارجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل واليوم عنوان حلقتنا هو التعليم في هذه الفقرة وفي هذا القسم من البرنامج هنحكوا اكتر عن التحديات اللي مر بها التعليم في ليبيا يعني التحديات الامنية الاجراءات اللي ممكن تكون اتخذتها الدولة الليبية فيما يتعلق بهذا الموضوع فعلا شفناها على ارض الواقع هنحكوا اكتر بس قبل ما نكملوا حديثنا عندنا استطلع رأي من ليبيا عن التعليم نشوفوا مع بعضنا نرجعوا من بعد التقييم التعليم في موضوع التحصيلي وفي موضوع إمكانيات حسب منظمة اليونيسكو بأن التعليم في ليبيا ارتفع من معدل الـ 116 إلى الـ 87 في الوقت الحالي والله المستوى التعليمي ممكن 60% وهذا يسبب بقلة الاهتمام باللغة العربية التعليم بالنسبة للتعليم أنا أعطيه 15% والله فيه تحصير شوي في الجانب التعليمي ما هو أخذ المجال التعليم في ليبيا في مفتر هذا يعتبر حاليا 4 من 10 7 من 10 كل الموضوع على المباني المؤسسات متهالفة يعني أكثر شيء التقييم اللي 6 6 من 10 والله 2 من 10 ليش؟ والله للأسف في لاوينا الأخيرة من التعليم بصدي انهيار كبير أول حاجة عدم شعور بالمسؤولية من قبل أعضاه التدريس نسبة التعليم في ليبيا الآن 7 من 10 إذن شفنا مع بعض استطلاع الرأي عن ليبيا أو عن التعليم في ليبيا وتقييم الشارع الليبي للتعليم في ليبيا شفنا كيف الأراءة تباينت في ناس كان عندها نظرة إيجابية يعني فيلي يشوفوا إن ارتقاء مركز التعليم في ليبيا من حتى ولو كان مركز يعني متأخر شوية بس بحد ذاته تقدم شوفي التقييم كل ما حاجة يعني التعليم رسب في ليبيا انتوا شايفين التعليم راسب يعني 2 من 10 5 من 10 حتى لو كان بل في ناس قالوا 7 من 10 يعني 2 و 4 من 10 هذا نتيجة لأن الناس لاحظت الفترة اللي فاتت إن التعليم تأخر نتيجة لعدم استمرار السنة الدراسية الضغوط العامة اللي عليهم عرفتي هذين مش هذين شطار قادوا يعلقوا عليه بأخطاءهم سواء كان أنا عارفة إن ممكن الأمن والحاجات هذين ممكن أثرا فينا في أطفال إن يصير أي حاجة من الظواهر اللي عندنا سلبية أمطار يغيبوا أبسط حاجات واش تأثرا راح عندنا سهل إن التسيب سواء من ولي الأمر ولا من التعليم والتعليم يعني إني اتقارات من التعليم نشوف فيه منشورات ينزله أطلع يومين ثلاثة يمشي السنة الدراسية كلها أطلع لاحظت إن كنتي مثلا لما الطفل توق ما يقدرش المعلم يأخذ راحة أو يعلمه ويأدبه ويعاقبه لأن عائلة الطفل ديما بتجيه عرفتي ديما بتجيه وتلقى ونرجعوا لحاجة تانية حتى لو بس أنا كولية أمر هلي حق لمعلمة إن هي تأنب أو تعاقب ابني بدون شفقة ولا رحمة حتى لو ما عتطاش درجة كويسة لا في بعض الحالات إذا كانت منسة خاصة ممكن نشوف فيه تحق في هذا الشي يجي يقول لك أنا دفع فلوس بيش ولدي يصدق يعني العقاب مع سياسة العقاب لكن مش بالطريقة اللي كانت متبعة على زماننا إنتا ونحنا شكرنا بذل التعليم لا لكن عندنا العلمات فيه سلبيات فيه سلبيات يعني ضد موضوع العقاب أو تعنيف العقاب ضدها صراحة يعني ممكن لو فيه شيء إيجابي يعني حسيتك شوية خف الموضوع هذا مؤخرا حسب مأني يعني حسب محيطي وحسب المدارس اللي تعملت معها حسيت موضوع العقاب أو الشدة في العقاب حسن في قرارة منع ليش قل حسنتي؟ لأن مدارس خاصة اللي تعملت معها عادي المدارس العامة صحيح فيها العقاب مازال موجود ومازال بطريقة يعني صعبة ليك هذه مدارس العامة اللي نحن نحكو عليه في الخاصة أنت تقدري تتكلمي مع أن هذا أنا ضد الألفاظ اللي هو نحكو عليه حتى في المدارس وحكينا عليها في الحلقات اللي فاتة يعني بشكل غير عادي هو شوفي مش بالضرورة يكون التعنيف مش تعنيف هو نقدر نقوله تأديب يعني إحنا قبلاتنا قبل ما كانوش هذا ضرب بالعنيف اللي في حالات هو ضرب حزم في الأمور بالضبط لا والله لا في قصو في قصو يعني ضربة الإيد هذهك عرفتي بالعصاها هيك متاع ضربة خفيفة عرفت خوفك بها شادة العصاها هي تخبط على الطاولة أكتر منها تستعمل فيها عرفتي عليك أنت كطالب فهيك مجرد ترهيبة عرفتي باش تسمي تنسيش النص صغار شوية بس أنا مش شايفة زمان كانوا يضربوا 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 كان بفلقة بدك لولادهم سكين يناري بس أولا هذه الفلقة برحدي مرفوضة تماماً طوالة طوالة اختلفت الأمور وزي ما قلت أنا حسب ما شفته وممكن أنا صحة نسوا ما هي كلامها صح يعني ما نعرفش التعليم العام مش نصير فيه بس التعليم الخاص إلى حد ما متساهل في هذا الموضوع أو تغير تغير لأنه جد من بحلول البنائلة الموضوع بيزنسي يعني أكتر ممكن تقدر تقول نربطه فيها بالمادة يعني هي بذل ما نحن نخضوعي شيء إنه هو التحسن بداية نربطه فيه بالمادة إنه أنت تدفع في فلوس معناها مش منحقق أنك أنت يعني تعاقب ابني أو أنك تدير عليه ولكن كان مدرسة عامة مش مشكلة في حد ذاتها وجهة النظر هذه في حد ذاتها خطأ يعني إنك أنت دافع فلوسه وما تبهمش يضربه ولدك أو يؤدبه أو يعقبه مهما كان طريقة التهديب خطأ في حد ذاتها يعني يرجع سبب الخطأ اللي وليه الأمر فيه هيكة عقلية بدت تنمو عنده أولياء الأمور إنه ندافع فلوسي لأنه ولدي يدرق بالظبط يرتاح ويدلع ما يسقطش ما يسقطش بالظبط هذه كارثة في التعليم الخاص هذه كارثة في التعليم الخاص بالظبط لكن زي ما قلنا احنا الوضع الأمني مؤثر أكيدا في التعليم منظوم التعليم زي ما قلت بس السنة التعليمية توقف في الراحات لا نتيجة للصراعات قصد فيه هلبة مدن عرفتي وقفت عرفتي وقفت العمليات التعليمية لأنها نتيجة لديها فعلا الصراعات المسلحة الضرب رحنا نستودعه في أبنائنا لما دارس ممكن في أي وقت يصير مشكلة يصير فيه ضرب ويصير فيه أي حاجة وتجد تخافي وكم من حال يقولوا قضيفة طاحت في منطقة كذا تلقي الأهل متراهبين لأن في نفس المنطقة التي تكون فيها المدرسة هذه وشفنا حالات يعني يكون فعلا الوضع الأمني رحنا نستودعه فيه والمدرسة اللي تتهدم ولا تندر نتيجة قضيفة معاش تتصيين وتتصلح تامي نحن نشوف أكيد إجراءات على أرض الواقع أو قرارات أو يعني حراك أي شيء إنه يقلل من هذا الموضوع يعني يخفف حتى القلق هو على الصغار الصغار يبدو مسكين يخمموا أمتى بتبدأ القراية علاش وقفة القراية علاش أنا نعطيك معلومة اللي بياخدها ينساها بالضبط الوضع الأمني ما يشمل انقطاع الكهرباء بالساءات كبيرة والطويلة ما يقرش والصغع والبرد خاصة أنت نحن عارفين والخوف وجي إنه يجيب درجات امتحانات من هنا يقدر يعوض الطالب في نفسيته وفي الخوف وإنه هو فعلا مش قادر يقرر إنه هو ما يمثلش ما يمثلش يا ناس البرد مرة ما تخليش يقدر يحرق صوابعة يكتب الأم نقدو يكمل يعني نحكي البيت أصبح فيه الأغلب مولد وفي ناس ما عندهاش وين تقدر يتمكن أو تخليه تعطيل أشياء هذينا كلها أنا بصراحة نشوف سواء كان من البيوت في ليبيا أو في الحاجة هذينا أو من التعليم فربي إن شاء الله يقدر الاثنين ظروف صعبة جدا حتى المعلم نفسه حتى المعلم نفسه مثلا يمر بالتحديات يعاني بالضبط يعني المعلم نفسه هو مواطن ليبيا يتعرض لتهديدات الأمنية الموجودة ووضع السيولة ووضع الضيطة علومة كويسة وطليق بالطالب فصعب فهذا خلينا نمشوا لموضوع مثلا الطالب الداخلي يعاني الطالبين الطلاب اللي برا شو نوضح؟ الوافيدين اللي في الخارج هل أنتوا معا إنا تطلع من ليبيا تجرى برا طيب أنا قبل ما نحكوا عن الطلبة الوافيدين اللي برا ليبيا ليطلعوا برا من ليبيا للدراسة حني أصلا فصل ليبيا علينا طلبة مهجرين فصل ليبيا فصل بسبب بعض المشاكل اللي تصير في بعض المدن يضطروا الطلبة يحاولوا منكلم كانوا يخشوا على مدرسة جديدة حتى هذا تحدي جديد يعني المدرسات يخشوا عليهم طلبة وأعداد كبيرة صار ازدحام ففي تحديات تمر على المدرسة هل في اختلاف المعاملة هنين كيف أصلا هو الطالب نفسه بيخش على مدرسة جديدة وعلى يجوز جديد وعلى أصحابه جدد في تحديات حتى يطريه كيف ما قالت ينقل من منطقة لمنطقة يقرأ في مدرسة عندك مشكلة عدم الاستقرار هذه مشكلة وما تلقيش الاستقرار لي ما يقدرش يدير أصحاب وما يقدرش يولف على المكان هذا كل يؤثر على الطالب نحنا درنا ذكريات وحدة يعني ذكريات في مدرسة وحدة مع أصحابنا اللي هم معانا لا توقف استمروا أنا قريت مدرسة ابتدائي وعدادي وتنوي في نفس المدرسة يعني ملفي مطلعش مدرسة إلا لمشيات للجامعة نفتش نحن لو أخر شي نقول نحن نعانوا منا في ليبيا مفروض يكون الاهتمام من التعليم المبكر اللي دائما أنا نحكي عليه نحن ما عندناش تعليم المبكر ما نهتموش به التعليم المبكر اللي هو ما نقصد ما اللي كيف يقولوا كيجي وان وكيجي تو أو حتى ما قبل من روضة من اللي هم انت تعلميهم كل شي تشوف إننا مثلا نسرين نشوفوا ما يهتموش به يجيبوه ويمشي يجيبوه ويمشي بغير ما يعلموه الحاجات أنا ما نحكيش على واحد واثنين وألف لا في الأدب قبل أن تعلموها قولي شكرا قبل بالزبط عرفتي بخصوص الدراسة في الخارج السفرات الليبية وعملها عرفتي وتعاونها مع الطلاب شكاوى الطلاب من المنظومة الدراسية عرفتي في الخارج هل يقوموا بالواجه من تحهم أنا حنكي عن معلوماتي البسيطة يعني هو طبعا ماش فيه توايا ماش طلعوا يعني برأيي كما تشوفوا ماش شوف أن الطلاب اللي كانوا من الفترة الزمان أنه هما يقرؤوا كان دائما يعني يرجعوا للملحق الثقافي وأنهم هما يشوفوا ويتابعوهم وأنه يطلع نحن عارفين فيه المحسوبية والواسطة هذه موجودة فلان وعلان فلان وفلان وهذا اللي يمشي واضح ميدة واضح ميدة مش أي حد كان يطلع حتى لو عنده متفوق نادرا جدا ما يجيه الحظ بس علاقة السفرات بالطلبة حاليا ماش فيه قرارات فوضة وطول الطلبة ووقفوا ووقفوا ماش فيه تفويض ماش فيه قرارات طلعوا ووقفوا يعني من الـ 2014 تقريبا حد علمي هم مازالي داشعوا ووقفين السفرات مهتمين بطلبة في الخارج حد علمي ماش فيه اتماع هو فيه شكاوى هلبا من الطلبة شكاوى بالضبط هذا في الرسوم دفع الرسوم وتكلفات نصير لهم مشاكل في موضوع التفويدات المالية المنح هذه كلها جاعدين نسمع عليها من محيط يعني من المحيط من الأصدقاء والأقارب من اللي معرفنا يعني نتمنى نشوفه في تحسن في هذا الموضوع واهتمام أكتر يعني مثلا أكبر عدد من الوافدين الدارسين الوافدين من ليبيا هو موجود في مصر يعني الواحد يتمنى يشبه من السفارة أن هي مهتمة عرفتي به متابعة لدفع الرسوم متابعة لدراسة طلبة نوع الطلبة اللي ينبعت من ليبيا للمصر نصرين نصرين نحن عندنا في السفارات للأسف لم تابعين مرضى ولم تابعين التعليم اللي هما منح لهم الطلبة ومعنا بشكل عام كلها كل صار عليها رجوم يعني رجوم لأنه فيه تسيب وفيها واسطة وفيها عدم اهتمام نشوف فيه بشكل واضح تلقي الطالب جايب يقرأ أنه الرغبة تطير منه لما ساكن لرسوم متوفرة على شيء يبدأ يدور وين يشتغل عشان هو يصرف وعشان يقدر يقد ويكمل قادي كافح بالضبط طيب شو رايكم في يعني نوعيات من الطلبة في اللي مثلا ياخد تفويضة ويمشي ويقرأ ويكمل قراية بس مايروحش ليبيا ومن المفترض إنه بالضبط من المفترض إن كنت تقرأ بره وتكمل قرايتك ترجع مش تستفيد منك بلادك هذه الفكرة في الإفاد في الإفاد شنشوفه في شن وجهة نظرك في موضوع هو بلادي عطيتها فرص فمش يفكرش يرجع يقول لك انتي دازتيني بارك الله وفيك يا بلادي هي على قد ما توجه عرفتي انها يعني صحيح يلقى مهنة ثانية يلقى فرصة ثانية فهمتك كيف؟ لكن المفروض ان هما يرجعوا المفروض ان البلاد عطاتك عشان تعطيها اني بو نزرعوا عشان نحصدوا ويكون الانتماء يكون الوطنية يعني هذا وقت العطاء هما عطوك عشان يرجع يعني كيف ما نحن ديروا مد باش انت تاخذ باش انت زي ما قلت انت باش تزرع باش انت تحصد لكن ما تقدرش تلوميهم عرفتي الشاب الليبي او الطالب الليبي اول ما يحصل المنحة اللي هي مش ساهلة ارى مش ساهلة باش يحصل الافادة للخارج ويطلع يعني اجراءات طويلة يبدأ يستنى بسنين طويلة اول ما يطلع برا ما تلوميش شي يقولك انا وصلت امكاني لا انا اللومة اللومة لازم يرجع لازم وطنك لازم ترجع تبني لكن ما تقدرش تلوميها عرفتي لا اللومة لان هو بلادك انت طلعت عشان تقرع عشان ترجع لبلادك انت وين سيت وطنيتك انت ماءك وين لين عطائك يعني لازم ترجع هي كيف يعني مفروض ياخذها لنفسها انا طلعت من ليبيا نرجع لليبيا نعطي حتى لو كانت ظروف صعبة يعني اعتقد ان هو المفروض يرجع المفروض من المفترض والمنطق يقول ان هو يرجع زي ما قالت سوميا لبلاد بلادك عطاء مو على فرص العمل هنا تمام يرجع لو بعدين بجد يعني لو بعدين تسكرت في وجهة ايه يطلع بعدين على حسابه لكن مش على حساب ليبيا عرفتي فاني هادي وجهة نظري انت كيف تشوف فيها انت دولي هيكي هل في فرص عمل يعني هو يطلع برا يقرأ تخصصات كويسة وينجح فيها واحد ويخلص كويس فيها ورات با ينزل في وقت عرفتي لما يرجع ليبيا هل يلقى نفس المعاملة نفسها وين انت ماءة لوطنة وين انت ليبي وين يعني احنا عارفين هذا كله يجي وممكن نقول لك لازم يحتم عليك انك ترجع انت طلعت اصلا ليش طلعت عشان بلادك دفعت عليك مش عشان هذه خيانة خيانة وطنة يعني خنت وطني وخلاص خذلك لو هو عطاني على اكمل وجه ما انا واجبيني انا نرجع لو خذلني وطني هذا موضوع تاني مش الوطن نفسه يخون الطالب اللي راجع بشهادته متحمس بش يدير تغيير وجي ويرجع ويلقى البيئة غير ملائمة ان هو يطبق حتى حاجة هذا اللي قلت لك هو رجع هذه حاجة كويسة لازم يرجع يجرب مرة واثنين وثلاثة زي ما هالبناس صاروا لهم عافروا لو تسكرت في وجهة اوكي يعني هداك عنا معها بس لكن انه ياخد وجهة ويمشي انا ضدها انا نتفق مع السمية في الموضوع هذا خلينا نرجع مرة اخرى نحكو على تعليم وتفاصيل وشنية الصعوبات اللي تواجه بعد الفاصل راجعي مرة تانية مشاهدين ورجعنا ومزلنا بتابعين خلقتنا اليوم وموضوعنا هو الدراسة في ليبيا او التعليم بعدما حكينا على اوضاع الامنية في ليبيا ومشاكل افاد خارج ليبيا هنفتحوا موضوع التعليم الخاص يعني انا حنوجه او انسلطوا ضوء على المشاكل في التعليم الخاص اكيده كل واحد عندما يحكي في التعليم الخاص خاصا لو كان وليه امر مثلا هاني اكثر شيء شان ليواجه التعليم الخاص وكيف بدأ يفرج التعليم الخاص عن العام بدري شوية حكينا هيكي شوية نقاط وحكينا أن التعليم العام أحسن زمان وبدأ في إهمال والتعليم الخاص مش معنى هكي أن التعليم الخاص أنه هو كويس في عيوب كبير فش نشوفه لو نصلطه وشن أكثر حاجة شفيه سلبيات وإيجابيات في التعليم الخاص حنحكي عن التعليم الخاص بحكم تجربة شخصية مشكلتي في التعليم الخاص اللي لحظتها أن موضوع بداي تجاري أكثر من أنه هو تعليمي يعني يدخلوا في مبلغ وقدره من الفلوس بس بتلقيش الخدمات اللي أنت تبيها بهذا المبلغ من الفلوس هذه نقطة رقم واحد رقم اثنين ما عندهمش مدرسات مؤهلات أو كفق بالضبط للتعامل مع الطلبة وبالذات الطلبة ليبوا شوية تشدي معهم يبوا اهتمام زايد عرفتي فهذه مشكلة والتعليم الخاص بس علاش يدخله هنا بس نقول حاجة الطلبة أحيانا أولياء الأمور يدخله في صغارهم للتعليم الخاصة ومدارس الخاصة لموضوع اللغة هو هذا الحاجة الزايدة بالضبط المنهج يكون من الخارج بالضبط الفكرة المدارسات اللي يعطوا في هذا المنهج شان يديروا للمدارس الخاصة يبدوا يوضفوا في المدرسات أو البنات أو السيدات اللي عندهم بس لغة بس لي مش خريجة تربية يعني هذا الشيء الوحيد اللي أهلها بدت في مرحلة التعليم الأساسي هذه قلة الثقة في التعليم الرسمي هي اللي خلتنا ننتجه للتعليم الخاص باعتبار أنه يبو إنجليزي بس المعاملة فالولا عندها سوق ماشي عرفتي في البلاد اللي الثقة بس لأنه ممكن حتى ضعف المنهج يعني كيف ما قالت إنه بداي يميز التعليم الخاص عن العام إن المنهج في جودة أكثر هي حتى برستيج ركنك علي وصلت في مرحلة صغاري في مدارس خاصة لا هذا هو أكثر شيء معانوا منها أكثر شيء معانوا منها تفق معاك في الموضوع هو وزيادة إنه نبو اهتمام أكثر فرهمتي بس بجديات في ناس ما عندهاش فلوس عرفتي فما يقدرونش يدخلوا صغارهم فقط لإكتساب اللغة الإنجليزية أو الاهتمام للمدارس الخاصة في ناس ما عندهاش بس في ناس ما عندهاش ويدخلوا في مدارس خاصة مستعد إنه يحرم روحة من مئة حاجة أو تشوفي إنه هو مش قادر على الحياة العادية بس ابنه يقرر في مدارس خاصة عشان يبهي تعلم كويس من صحة التعليم العام أو الحكومي إنه هو أولا المدرسات الأولات هدوك هدوك عرفتي المخضرمات زي ما يقول أنا معاك في هذه شوية بالظبط عرفتي شوية نختلف بعدين في شخصية الطالب أيضا نختلف اللي شني أنا نختلف ما عش في كلمة معلم أو مدرس قدير فقط في ليبيا القدير أنا شوف هو القدير شني أو المعلم اللي هو عطاء فيه سن معينة ما عش يقدر يعطي المعلم بالظبط صحيح لا مثلا كما نقوله عدلة ولا بالة جدت الطالبة الجديدة والله حتى اللي خداه مشاهل المدارس الخاصة عشان المادة يبي يقري جيبالية في مدرسة هذا اللي أنت قلت عليه القدير مشاهل المدرسة خاصة وبداي يبي يعطي لما بداي يعطي ما عشان دخلوك يعطي بدون ضمير كيف مكان يعطي زمان لكل شي فيه تقاعد لا سن لكل شي فيه حاجة افتراضية خلاص هذه الأحداث العامة اللي مرت في ليبيا كلها يعني أترت في التعليم الرسمي أكيد أكيد ونلاحظ حتى المدارس الخاصة المدارس الخاصة يعني بخصوص مثلا انقطاع تيار كهرباء اللي دوينا فيه بكري يعني المدارس الخاصة قد فيها حتى مولدات وفي بعض المدارس خاصة والله ما فيها مولدات انتشار برضو يعني غلال مشكلة مشكلة يعني نحط فلوس فعلا ومنالقاش خدمات تقدم مشكلة حتى هي موجود مش معناها مشكلة المدرسة خاصة فيها جميع المقاييس اللي هي ممتازة وتكونوا كويسة صدقوني أولها المباني المباني الضيقة والمباني فيلا تفضل أحياء لتسبب زحن اللي قلت موضوع تجاري يعني نحصل فيلا نغيرها نفتحها ويبدأ عندي مشروع ويدخلي فلوس مشكلة هذه في حداتها مش مشكلة في بعض القرارات شفناها السنة هذه في ترابلس تحديدا انها أكتر من 72 مدرسة بالضبط وزارة التعليم سكرت أكتر من 72 لعدم اكتسابها المؤهلات والشروط بالضبط والمعايير اللي لازم منها تكون مدرسة هذه حاجة كويسة وأكتر الشروط اللي هي على المبنى كانت بالضبط وبعدين ما تنسيش التلميذ أيضا زي ما قلت بخصوص المدارس العامة أو التعليم الحكومي عرفتي المدارس الخاصة التلميذ يكون ضمن فئة صغيرة عرفتي يعني النوع معين من الطلبة يعني النوعية زي ما يقول نحن علنا الراقية اللي عنده فلوس المدللين فلما يجي ينخرط في المجتمع اللي بيبدأ في عنده صعوبة صحيح عرفتي تلقي في عنده بعد مش هذا المجتمع اللي تربى فيه بتعرفي نقولك والله من غش رسمي كل الفئات اللي عنده فلوس اللي ما عندهش الولد اللي متربي اللي مش متربي يرد علي عمفة يرد علي يتنمر عليه يمر بهالبا تجارب عرفتي هذا ينمي نسرين راهو هذي قناعة أهالي أنا نعرف أهالي عندهم استطاعة ومثلا عندهم قدرة مليئة وحطين أبنائهم في العام يقول لك لأني أنا متأكد نبي يخد جمعة اللي بي لا يقول لك ما صارنا شي يقول لك نحن ما صارنا شي زمان قرينا بس أنا هني نختلف معاهم شوية بأنه الوضع الأمني وضع الأمني مش التعليم في حد ذاته أو المواد اللي هو يا جرام أنا ديما نقول إنه التلميذ كل واحد وإجتهادة مثلا ربما واحد ما عمرش قرأ مادة إنجليزي ولكن بالذكاء قدر يكتسب أكثر من لغة وقرأ في مدرسة عامة هذه أنا بس الوضع الأمني الوضع الأمني وما تقدرش إن كنت تحاسبي يعني في المدارس يعني صعب الوضع الأمني في كل شي الحماية الطلبة تقصد الحماية الطلبة في إن كل واحد يطلع على ما فيش كيف الخاصة خاصة تلقي في توزمان نحن في وقتنا كان عندنا يوقف اللي هو البواب أو هو مسؤول مستحيل تطلع نيجي هو راجل واحد وراجل كبير تلقيه ونحترقهم لحد يخش خايفين من ولحد يطلع توافطوهو لك حتى راجل سليم لكن توم في تسيب في الشيء هذا لك في خاصة تلقي في الأخير يام رضي كلموك لكن في العام ما راح في تسيب ممكن يطلع ممكن يهرب ممكن ما يخش الحصة بس بس هنين نبقف شوية صبايا وخلينا نوجه تحية لبعض المدرسات في التعليم العام وفي مدارس العام دائرة مجهود غير عادي بالرغم من قلة الإمكانيات والمشاكل وكل شيء بس لكن يحاولون يحسنوا في الفصول يحسنوا الفصول يخدموا في أشغال مع الطلبة يحاولون أن العملية التعليمية تكون عملية تعليمية محدثة يعني عرفتي بس ظبط يحاولون يجيروا مجهود حتى ولو كان شخصي برغم بس في بعض الأساس اللي غير مؤهلين أصلا للتدريس أو أيضا مش إختصاصهم اللي قروا فيه شوفي أنا نقول لك حاجة أنا نعرف على معرفة شخصية بمعلمات فعلا كل مرة يطلع عن فكرة جديدة ويطالبا بأن يدخل الكمبيوتر والتكنولوجيا يدخل نحنا معندناش في المدارس العامة معندناش يبقوا التقنية يبقوا الحاجة تدينا يدخلهم بشكل كبير يبقوا يديروا في النشاطات أنه حتى عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي لفيسبوك يفتحوا الصفحة خاصة بيش أنه هم الطلاب يديروا الواجبات بيش حتى اللي غيب هذي قبل كان يديروا فيها حتى اللي غيب اللي غيب يقدر يتابع ما يفوتش الدرس ولقوا استحسام من أولياء الأمور هذين مدارس عامة على فكرة أنا ما نحكيش على خاصة هذين مدارس عامة هذا اجتهاد فردي وذاتي من مدرسات بس عدم الاختصاص نحن بنرجع لها تاني كيف هذا بيأثر في عملية تعليمية عرفتي هل مثلا هل المعلم الغير مختص ما يقدرش يوصل المعلومة فعلا للطالب ولا اللي عندها أو مراتي كرها فيه لي غير مختص بس عند ملكة التعليم بالضبط الملكة عندها واشتغل عليها وقاعد يشتغل عليها وشاف أن هذه أمانة بالضبط ومعندهاش الملكة بالضبط ومعندهاش الضمير ومصر أنه يبي يقعمز في هذيك المهنة أنا نشوف أن هذا اجتهاد حتى هو من المدرس فيه لي حب يعطي العطاء هذا من غير ما يكون فيه تدعية تربية والتعليم العطاء للطالب بمجرد ما أنت تحبي طلابك وشوفي استحسان وعلى فكرة نحن زمان كرهنا مواد معينة من المدرس ونسبب المدرسات لحتى الآن عندنا عقدة معينة من المادة وما فهمناهاش ورسبنا حتى فيها عشان هو المعلم كان صعب وما فيش أخذه عطاء حنستمروا في الموضوع هدايا بعد البريك نرجعوا تاني رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل نسبب.com وعودة لموضوعنا اليوم اللي هو التعليم هدرزنا عن تعليم الخاص هدرزنا أيضا عن تعليم العام وأراءنا فيه وتكلمنا في بداية الحلقة عن الامتحان التقييمي للمدرسات لسنة هذه أول مرة الناس سمعوا به أعطوني رأيكم سمية شو رأيك في التقييم حتى تسأليني أنا حنقول التقييم أنا نشوف فيه ممشاش بشكل ناجح هو كفي تقييم أنا نشوف فيه update update للمتدريس يعني ما نشوفش فيه خطوة كانت سلبية يعني لأن كيف ما أنت يعني التعليم تغير الوقت تغير الطفل توا أو التلميط توا مش كيف تلميط زمان يعني التكنولوجيا في بيوتنا لكل شي لازم فيه ويكون update نفس الشي لكن الشي اللي أنا شفت إنما كان مهاجب أو كان من المدرسين في حد ذاتهم يعني ما عجبتهم شو النقطة هذه وما كاش في عليه إقبال وكان في محاربة وكانت شفنا يعني الظاهرة هذه كانت ما استحسنوا لهاش حربوها يعني مش كل رحبوا بيها الفكرة بشكل شخصي يعني تخذوها يعني كيف أنتوا تطعنوا بيها بعد هذه سنين هذه كلها كيف أنا و أنا عطيت و أنا درت فزعلوا منها أو بخذوهاش بترحيب أنا قلت تمنى أن هما ياخدوها بروح إيجابية و بروح رياضية زي ما قلت سومية التعليم أو المناهج بدت تغيرت يعني تمنيت أنه مثلا يكون عندهم الروح حياء والشغف والشغف أن هما يزيدوا من معلوماتهم يطروا من معلوماتهم بدل من نرد الفعل السلبي بالضبط هو أخدوها بس بشكل شخصي عرفتي و زي ما قلت أنت أن فيه أساليب عرفتي حديثة جديدة متع تعليم فيه ناس بدت تتعلم طرق جديدة مفروض هذي هما يطلوا عليها نصفين شفنا حاجاتي ضحكة شفنا أن هما معلمين قاعدين يغشوا في قاعة الامتحانات هذه من الصور من الصور اللي تشت يعني سواء كانت بشكل كوميدي أو أكيدا لكن هي الصور عرفتي فردية يعني ما كانش يعني الموضوع كلك أكيدا من ناحية التعليم في حاجة تانية من أعطيها لكم نحن في التعليم في ليبيا نعانو أو حتى الدول العربية وموجودة ما الغش ما الغش أنا كأم أنا شايفة الغش الغش يعني أصبح حتى أقول لي الأمور ما غششو كماش يعني هم اللي يسألوا يطمنوا والرقم يعني الغش عندنا عادي من الزمن من أيام من أيامنا نحن على أيامنا يعني السنة هذه كان فيه تغيير سومية في ترابل استحديدا نقالي نتكلمه كان فيه مجهودات بدلت من وزارة التعليم للحد من ظاهرة الغش وكانوا يعني وهجمها الشعب والناس هل بعرفت طبعا نحن شفنا حتى طلبة في بعض الفيديوهات اللي تم تنقلها على مواقع التواصل الاجتماعي يبقوا يغشوا على الملأ لا وداروا مظاهرة يعني فيه يعني رفضوا تعرفتي عزفت على أداء الامتحانات فقط لأنهما أصبح الثقافة يسمحوا لهم بالغش أصبح الثقافة لأنه راحوا معاش يستنوا في حد يغشش مبران مدرس أن يعطف عليهم وهو يعطيهم المعلومات وبعي ما تنسيش نتوى فيه الهواتف الذكية يعني أصبح التفتيش شخصي ولكن تلاقي حد ممكن يكلم تلاقي الأم مدرسة وتوصي على أبنها في مدرسين يعني أنا شفت كولية أمر مثلا حد يخش عندها هي أبنها ولا بنتها عندها من يخش للفصل ويعطيه المادة كاملة أو الكتب تبدأ مفتوحة هيكي علانية وغيرها مش معنى أني أنا شاء وغيرها يجد جدا بهذا نوع من الظلم هذا نوع يا مفروضي كلها هذه الظاهرة يعني توقف مرة وحدة سيئة جدا 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 معنا زماكن نأخذينا بشكل هذه من قلة تقليم المعلم نرجع مرة ثانية لقلة تقليم المعلم وهي أنا كأم هي شفت يا مدرسة وأم الزوز فهمتي تلقيها توصي على بنتها وبنت سلفة وصحبة بنتها وكل وحدة فقاع ومستعدة تلقى من يدخلها تفاق متهلبة بشكل كبير فهذا علشاني نستنى هذه الحق فرحانة باللي صار يعني تمنوا حتى في العام هذا تتفاعل بشكل أكثر ويبدوا يأخذوا أنه في لجنة أنا تشرف بشكل حسن هي ولت فيه عرفتي في ناس يعني اخذتها فكرة الامتحانات أنها هي بشكل شخصي المدرس من حقه أنه هو من حق الناس أو الأهالي أنه يعرفوا شنو المستوى متاعه المعلم اللي هو يعرف بالضبط شني كيف تعطي أنت للطالب متاع اللي ولدي يعني اجتجت اجتجت الامتحان هدايا ما مشتش فيه يعني الدكتور مثلا بعد فترة طويلة من أداء مهمتك كطبيب يمشي لكورثات ويمشي مازال يقيمه ويشوفه قادر على أداء العمليات فأنت حلاش يعني ما تخليش مثلا الناس تقيمك هم ما تقبلوش هذا نقوله التطوير أو الأبديت اللي هو يسير أو الامتحان فيعلي مفروض أنه يعطيه التعليم أكثر بس ما كانش فيه أصلا لو نقوله اللي أخذوها اللي هو علم من طريق التعليم تهلي ما فدمش أي شيء الحساء يعطاهم نوع من أنواع الرقابة يعني أن السنة جاية بيديرولي نفس الامتحان السنة بعدها يديرون رهبة وخوف ايوه بكتك في حد يتبع على رأيه باش تبدأ تقافة عامة بالزبط عرفتي هيك ممكن بدي يحاسب عليه أسلوبه في الدراسة أو تطوير نفسه وأنه هو يشوف شغلة تامعة لازم يطور من نفسه لازم يعرف أن الشيء هذه يعني لازم تكون أمانة يعرف أنه هو مش ماشي عشان بيعطي وليقول لك حتى توفر مدرسة عامة فيه عيب أنه لازم نعرفه يقول لك راتبي ما ينزلش بالشهور على شو نخدم نحنا عيب نواجهه فيه كلنا قاعدين يعني حاجة مروا بيها في بلادنا بيش بدان بالطالب اللي يجيه كل يوم ينضم الصبح نحنا عارفين الضغط حتى على المعلم وعالطالب ولكن ياريت كل عطاء أكثر أمانة قبل ما نكمل ونختم برنامجنا فيه حتى موضوع محور خطري نتكلم عليه الطلبة حتى هما الطالب بشكل عام يصير عليه مرات ضغط من أمه وبوه ابوه مهندس ابوه دكتور بسبب أن الجامعات هي إلى حد ما يعني بيحب بكتل ريوز والدراسة مضبوطة فيها أكثر درجة للتحصيل العلمي اللي بيتحصلة أفضل فانتمنى أني نشوف مثلا المعاهد الفنية والإختصاصات العلوم الإنسانية مثلا يتم عليها الشغل أكثر العالم الأول يشتغل على الحاجات عادي بالضبط مش بالضرورة يكون لدكتوري مهندس بالضبط يعني الحاجة يكونش تعليم عادي أو اللي هو يكون تواجه أسطح حتى المعاهد والحاجات الثانية معاش نشوفوا عليها نحن قعدنا نقولوا كيف ما أنت قلت يتوى يعني يا طب يا مهندس حتى اللي خش تربية فنية وانت وانش خاش تقرأ انت شن ادي فيه عندنا ندرة الدنيا لبعض الإختصاصات صحيح صحيح بيك نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم تكلمنا على هلبة محاور تكلمنا عن التحديات اللي مور بها التعليم في وقتنا الحالي سواء كان تحديات أمنية تعليم الخاص تعليم العام نصرين على بالضبط يعني التعليم يعني نفهم الناس المعلمين الأهالي الطلبة نفسهم أن التعليم هذا أمانة عرفتي ما هواش حاجة بالسهل لو تمشي ونعديها وأصبح موضوع جانبي عندنا في مجتمعاتنا هذا هو يعني ويبقى التعليم شيء أساسي وشيء ضروري وقواعد نحن لازم نهتموا بيها حلقتنا اليوم انتهت إلى اللقاء في الأسبوع المقبل كونوا على الموعد مواضيع نقاشات نسعى دائما نكون متميزين وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر